إذن السلام عليكم نعتدر مرة أخرى فيديو تي بس بس لي يعني قطع فجأتان وغادي نكمل ونقوم بدرداشاتين معكم والفيديو دائما رعا اللي اللي سجلتنا دائما من اللحمة قطعت حاجة ذاك شي اللي جاء الله تلو مش إشكال نكمل من حتى توقف قلنا بأن من يدالوا واحد لونسمو ديالبروجي باش يجربوا التعليم بالعقدة لونسوف فاش لونسوف التعليم حين دي من التعليم هو حق التجارب حلش يمشتف يجربوا فيه كما كانوا تجربوا فينا من زمان تجيب لك هذا السيستيم ديال كانعدة هذا السيستيم ديال فلان هذا السيستيم ديال فرانسا هذا السيستيم ديال ده وبدأوا يجربوا فينا وإي وزير ديال التعليم كان تيجي تيبدي يجرب برامج دياله ينسخوا ما ويجربوا ما قبله ويبدأوا وتنخدام ويمشي في حالته وتمشي فلوس وتمشي خراء وتجي خراء ويجي واحد خر وبقوط يتنوبوا علينا حتى الآن لا ينشدون لا إصلاح ولا تغيير ولا تحسين الأوضاع ولا شيء وحتى ما بس نكون أكثر وضوح بأن هذه الأشياء الآن التي نحصدها والأمور غال نحن ندرع الملفات يعني العالقة التراكمية إلى آخر فهي ليست وليدة اللحظة وما نقدروش نحملوح المشقولية حتى الحكومة اللي السابقة للسابقة في يرى منذ الثمانينات لا درنا هنا على الضحايا ديال النظامين وليش هما جاءوا بدوا من خمسة وثمانين خمسة وثمانين الفين وثلاثة يعني من بقى خمسة وثمانين من خمسة وثمانين نحن نبدوا من خمسة وثمانين خمسة وثمانين عرفته علشنا جاء ذاك النظام الأساسي حلقاك واستهدف المعلم وخص المعلم ديال اللي ابتداء إيه إلى آخره باش يعني حطموا معنويا نفسيا اجتماعيا ويطيح ليه الوضع الاعتبار ديالي باش تولي المرضوضية ضعيفة صفر فقالت تنزل نفسيا تتدهور حتى يعني ما تبقاش هناك حل المرضوضية كانوا تستهدفون معلم أندك ولكن راه في نفس الوقت كانوا يستهدفون المدرسة العمومية وهذا الشي اللي تنشوفوه ديال تدني المرضوضية إلى آخره ويعني السقوط المدوي للمدرسة العمومية وتقوية من إضعاف المدرسة العمومية تتكون هناك يعني تقوية القطاع الخاص المدرسة الخاصة الخصوصية هذا مسألة عادية وحتى أننا دائما كنتنا أشير بأننا مشي عندنا المشكلة في الكفاءات الكفاءات بالنسبة للتعليم العمومي هم اللي عندهم كفاءات هم اللي عندهم كمؤسسات لتديل تكوين تكوين مستمع إلى آخره ورغم أن ملاحظة التكوين المستمع لكي باش كان ولكن كنين هناك كفاءات وكلي تيبني تيدي دير تكوين دياله حياتي معا يوميا إلى آخره وتيبني تيبني عنده واحد الخبرة تيبني عنده واحد الخبرة وبالتالي في التعليم الخصوصي كان دائما يتقوش باش تيخدم هو تيخدم به الكفاءات ديل التعليم العمومي وخص صندوق يا الله ربما دار اكتفاء ذاتي دياله في التعليم الابتدائي وباقي شوية من القول والإعداد شوية ولكن التاني وباقي حاصلة فيه إذن الآن في غدا يكون هناك واحد الشارعك اللي غدا يدارف هذا النموذج التنمو الجديد وهذا لأنه كل شيء يمشي وفقة النموذج التنمو الجديد الضيانة العظراء ديميل بنتين ديميل تنونسين كل شيء يكون شهد الإصلاحات ديل جميع الإدارات ربما كيش الإصلاحة في التعليم الإصلاحات مو الجميع القطاعات جميع القطاعات كان فيها إصلاح والإصلاح الأصل اللي يدار لأنه هو أم الإصلاح واللي في ضم جميع الإدارات هي يعني المديرية ديل الاتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وهنا في نخرجوا واحد من دولك ببقاش الوظيفة العمومية ولو تيقولوا نظام موظفي الإدارات العامة هنا اللي غادي يقولوا غادي تاني من تمركز من الممركز إلى الممركز غايسموه دولكات توظيفة الجهة غادي نعاودي نحضروا فيها مشكلة نبقوا غادي نحن في نفس النار إذن استسمح إذن قلت مني جاو في 2016 ولونساو هاد باش يجربوا كتجربة هديروا واحد لكسس واحد الموديل وديروا تجربة باشي لونسو كتجربة هدت تعليم بالعقدة كونترا مرالولا كونترا كانوا بغي نكون نجحة غا يبقى كونترا فعلا ويديروا ها سيدي اي اندي تيغميني تبقى اندي تيغميني المهم كان هناك واحد واحد داك وترفع القبة عاليا دائما للأسات اللي نفور دعني متعاقود وقفنا الحال من خطرة كنا في الرباط مني كنا تن يعني كنت في الرباط هذه الساعة في هذه الوقافات اللي كانوا مع وتزامنوا مع الوقافات وقدنا شأت لنا نحضروا معهم يعني شفنا ذاك شي دبري كنا احنا تحنا مع الميل في دياننا وكنا تندل ميلات الى اخيره ديال هذا الضحايا المعلمي الاوائل لزونسيان عشر الاف وميتين حتى جبنها هذه الساعة كنا تندل مظلوميا وكنا دائما في الرباط وكانت تجي نتزامنا مع ذاك الوقافات اللي كانوا تديروه ذاك الحشود المسيرات الى اخيره فالفعلا دفعوا ودفعوا واحد تمان ولكن لا يهم انهم را فعلا را حقوا واحد يعني يرام وقفوا امام واحد الزحف على المدرسة العمومية وبجدارة واستحقاق وقفوا هذاك شعلك دائما اتضامن معهم ودائما اتضامن معهم ودليل لذلك را اخير ذاك من استمعتهم انه دوز اكاديمي انهم خلصون سنخرج بفيديو وقت واللايلة في الجوجة الليل درد الفيديو وصباعة والداني درد الفيديو لا ابو الداخس نكونوا واضحين لان دائما الناس اللي تضحوا تناضلوا من القلوب ديالهم مش سهلا باش تنضحي وتناضل وخمسات سنين ودركها في عدو الشهرة كين لي الف وسبعمية درم الف وخمسمية درم بمشي لك من المنظر طرح مية درم ميتين درم تبهان في الاستاذ وفي المعلم اه كين اللي عنده اهل دياله وعنده والديه اللي مزووش عنده والديه عنده اهل الاتزامات وكل شي تعرف غال مواصلات غال مواصلات ويكري باش يمشي اخدام ويكري وكاري ديكاري الولاده وكاري هو في قريب يكون لكان بعيد ما يمكنش ليجي الى اخيري خصة الفرعيات الى اخيري فاكو كين هناك بزاب ديال داك وهد شي توقع دياله نظروا فيه بانه هد شي ديالتنقل وهد شي ديال داك دي بلاسمو بالنسبة لأوساتي دياله اللي تيخدمو في اه في البعضية خارجة يعني في يعني في في المجموعة اذا الدوري في اعلان الفين وثمنتاعش ما كانش هناك واحد بود وخا كانت انك ضحية صعيبة كانت فعلا لان شفنا كانت واحد بودك يا الهي لنا محمد رسول الله شفنا 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 شي حالات يعني صعيبة كانت تعسوف كبير وفعلا استطعوا باش يعني باش يتم العدول على هذك الهذك المرة الاولى الوقضاء واردها بانها غضي تكون يعني غدير واحد نظام اساسي ديال الاكاديميات ودير واحد منتاعش كل اكاديمي خاصة وبقاوا يناضلون حتى قاموا بيعني الفين واثنين وعشرين الان يعني بيعني بغنتزع نظام داخل نظام بيال اطر الاكاديميات هذ النظام اللي غد يبقى باقي ما بينش مزيان ما غدبون قدناش نوضحو في اكتار او نديرو في اكتار لانه باقي مطروح مدام ان النظام الاساسي الجديد باقي خدامين فيه وليجان خداما وكينا سر يدي الجلسات الى اخرى ولكن التصور ديالن احنا غادي يمشو داخل غادي يمشو التوظيف الجهود التوظيف الجهود لانه كما قلت في الاول وفي ذاك الفيديو السابق كانت واحد الحماس كله كانت كانت واحد الحماس ويهضره وتوظيف وادماج المتعاقدين والذين فورد عن التعاقد اطار الاكاديميات اللي بدأت تتنهب تطني اطار الاكاديميات شي تقولك النظامي الاكاديميات والادماج الادماج داخل الوظيفة العمية وهم يعرفون ويعون جيدا انهم خص الناس اللي تكون عندهم يعني امنى عامين ديال النقابات الى اخيري هذو تكون داخل اللي جان التقنية والموضعاتية وداخل فاهمي الامور كما تكون مازال يعني المسؤول السياسي را يقدر تغيب عليه اشياء اما دوك دون لتيران اللي تكونون لون لتيران يعني النقابيين را عارفين شكين تكونوا عارفين شكين بس انت عارفوا بان ولا الاداريين مصالح الادارية وفض نزاعات الى اخيري سؤول القانوني فض نزاعات الى اخيري را عارفين بان انا ما ما قالش حاجة اسمها يعني الوظيفة العمومية الفين وثمانتاش را دار الاصلاح خرجت اللجنة ديال اللجنة العليا لاصلاح الادارة الوظيفة العمومية خرجت بالتوصيات ديالي والدار واحد تعديل في الفين وثمانتاش وباش تكون هناك التوظيف بالعقدة ولنجح غادي غادي يعمو على جميع الادارة الاخرى باشي غا التعليم غا يعمو على الجميع والصحة الى اخيري والصحة را بدوا في را دا كاتيرا ودك شي تدرو مهم دي تدرو مهم ديال كونترا في الصحة صحة راولة دي في زي بون رجع افوا اذا رجعو اذا هاد يعني الصراع اللي كان بينه الرافد اللي هادك باش يفرضوا عليهم وباش يديرهم امام الامر الواقع وديرهم التعاقد وكما قلت بان هاد الجميع راتي يعلم بانها مبقاش هناك وظيفة عمومية وبانه هناك المديرية تابعة للوزارة المالية التي تديرها الان وزيرة منتدى الرئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي واصلاح الادارة اذا الان كل شيء غادي يمشي في اللا ممركز اللا تابع مركز الاداري ودائما نقول لكم بان هادشي كل شيء اللي اصلاح اللي غادي ينزل النظام الاساسي اللي غادي ينزل الى اخيره هو غادي يمشي وفق النموذج اي اصلاح غادي يمشي مع النموذج تنمو الجديد اللي ديل دي ميل بنتي اين دي ميل ترونسينك كل شيء اي اصلاح يكون في اي حاجة سواء ان دي حتى ديل اه اذا اصلاح اللي بقي ياسي الاصلاح التاني لصناديق لصناديق التقاعد هاد الاصلاح اللي بغير غير تغيروه شمول اصلاح شمولي الصناديق التقاعد في نسختي الثانية وهذه الشرق كان مبرمش لما نكون زي قلت بأن صناديق التقاعد رافضات الحضرة فيها في 1996 الفين وربعة دخلوهم للدراسات مكاتب الدراسات سعود السنين 2013 خرجوا بالرؤية الشمولية كيفاش غيروا الشير بعض السنوات اللي يخرجوا في 2016 جاب نكيران ونزل هذا الإصلاح للصناديق التقاعد للأسف الشديد كان مقياسيا محضا كان رفس على جميع الموظفين هم اللي دفعوا التمن في الوقت اللي كان من المفروض أن يعني اللي تسبوا في هذا الإفلاز هذا الصناديق هم اللي كان خصفهم يعني يتحملوا المسئولية ما الشيء الموظف ودي من رئيس الحكومة هو اللي تكون هو اللي تسير المجلس الإداري تحت الإشراف دياله والتي دي الرئيس دياله وقينين ممتنين تدير النقابات إلى آخره إذن هذو كل اللي تدير والإفلاز ديال الصناديق التقاعد فالحكومة هي المسؤولة هي اللي خصة الدفاع هي اللي خصة دير هذك الإصلاح والدفاع دياله تكلفة دياله دياله الإفلاز دياله دياله الصناديق للأسف الشديد الجميع يعني تآمر كاعدتهم وخلوا الأسف إصلاح دياله خلصوا يدوز تقولوا خلصوا يدوز خلصوا يدوز لما تقول لك يعني واحد يعني رؤية استراتيجية أو قرار استراتيجي إلى آخر تنتهى حال دياله ما تقول لك التوظيف يعني الجهوية المتقدمة قرار استراتيجي صافي داخل في الخطوط العاردة ديال سياسة ديال الدول من تيقول لك الرؤية الاستراتيجية لإصلاح الدليم استراتيجيك سايي بيزيون استراتيجيك سياسة ديال الدول خاصة تنفذ هذك شي باش أنا من قلت لك مواحد وخمسين أي وزير يجي واحد وخمسين سبعتاش رأى القانون الإطار داروا واحد لون كادرومون دار لك لون كادرومون اللي قال لك دخول تخدم في هذك لون كادرومون ما فقط ترسم ما تخرش على الإطار إذن هذك الشي اللي كين في واحد وخمسين سبعتاش ولا غادي تنزل ولا غادي تنزل هذك 32 مشروع اللي جاءت باع الرؤية الاستراتيجية ديال المجلس الأعلى للتالي ما غادي ديرش وغيمشي مع النموذج تنموية وكل شي هذي الشي النموذج تنموية هو اللي غادي صب فيه كل شي هو كل جمعين سواء توضي عفوا الجاوية المتقدمة المتقدمة بناء على غايت تنزل التوظيف الجاوي غايلو غادي لا تمركز الإداري ما غا تبقاش ممركز إدارة ما غا تبقاش ممركزة في الرباط مثلا غايلو لا تمركز الإداري هذو كل جهات والأكاديميات غايت تعطاهم واحد صالحيات أوسع باش يولو يعني يسيروا المسائل ديالهم منها تدبير الموارد البشرية ديالهم هنا التوظيف الجاوي يخصه يكون مؤطار قانونيا وغادي ولي واحد البيت جي راكي البيت جي بيت جي جينيرال هما اللي خاد علي الأساتي للأوائل اللولي وغاي ولي واحد البيت جي غيجيونال هما اللي غي تبع لهذه الأطور الأكاديمية أو الأطور نظامي الأكاديمية إذن غي كون نظام أساس را غي كون نظام أساسي جديد واحد وموحد ومدمج إلى آخره ولكن را تكون في عدة هيئات من بين هيئة هيئة تدريس تابعة للسيستام القديم للبيت جي 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 سيستام القديم وهيئة تدريس تابعة البيت جي غيجي جي جي ولكن في الحقوق وفي الواجبات تكافؤ الفرص ذلك عندهم نفس المسار مياني نفس الحقوق نفس كل شي ولكن في في البيت جي 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 غيكون مختلف علش 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 درك ال اير كار وقال لك بما انهم عارف انهم اير كار بان صند تقعة وغيو اللي في قطبين راي هذك شي لش درو وقال لك اير كار اير كار راي دخلنا راي دخلنا لسي ايم اير دخلوا لسي ايم اير لانهم عارف بان راي في افق الفين وخمس وعشرين سيتم اصلاح سي اصلاح سي بدأ من دبا ولكن افق خمس وعشرين راي يكون قاد ذك شي غير يقول لدي لدي جوج قطاع عام صنادي تقاعد دي القطاع العام وصنادي تقاعد تجمع القطاع الخاص يقول لدي لدي قطبين اذا اير كار مؤسسة الدولة المؤسسة العمومية دي اير وissance اير الموظفين الدولة مدنيين والعسكريين اذا قاعد تقول لي وحد لا فيزيون غير ما تبق مشكلة غير قاعد ول لي مؤسسة العمومية وشيفة العمومية ومؤسسة الدولة هذا قاعد تقول له magnets صندوق واحد دي صندوق عام دي الوظيفة العموم темпер للوداء سي اير سنطق يعني يتابعين القطاع العامي. سكتور يعني دي الدولة وسكتور يعني عيو اللي عندنا جينيرال وبريبي. بيجي جينيرال. بالنسبة للتوظيف الجيوي. عيو اللي عندهم بيجي غيجيونان. يؤطر قانونا. اولو تبعيد. سنادق دي القطاع العام. سنادق دي القطاع الخاص. اتابعين للمؤسسة اللي ديك يعني الشركات الى اخرير. خوص. بسفعان. اذا من هنا مستحضر. مستحضر ماذا؟ بانا هاد اصلاح اللي غادي يكون الان. عفوان. اصلاح اللي غا يكون الان. دي المرتقاب دي قاعد. دي قد يكون في الفين تقريبا الفين وخمسة ووشين خصو يكون. كمل. لان اي حاجة دولك غادي بالتدرج. غا تمشي بالتدرج. ديك الشيء ليش؟ ربطوه الحماية الاجتماعية. ربطوها مع الحماية الاجتماعية. اذا كما قلت بان هاد الاصلاح ديال صناديق تقعود. لالان انا غادي ينطلق تقريبا في الفين وثلاثة وعشرين. الاساس ان خمسة وعشرين خلصهم يكونوا مكملين. مكملينوا. يعني قبل الولاية ديالة خلص يكون قاد. يكون هناك قطاع عام قطاع خاص. كما قلت يجمعهم في قطبه. وعندهم اذك شيء باش عندهم هما يا العلاقة حميمية والعلاقة وطيدة مع الحماية الاجتماعية اللي دافع عندهم. باش هاتولي الدخل الدخل فيه الحماية الاجتماعية. مرتبط بالحماية الاجتماعية. وما ذلك من يجاو التانية وقال ليها كراكين الافلاس الى اخيرة حتى هما ما يتبغوا المشكلة اللي كان هنا ما تيجوكش ديريك ديقول لي كراكين واكين 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 كين الوضوح دائما يتهربون وكينش الوضوح في 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 المعلومة. كما في الفين وسبعة عشر مني كانوا بغوا يديروا الاصلاح. جاء قال لي كراكين الافلاس وغايفلس عنايا ويكمل عنايا ودير عنايا وهو تخرجوا واحدين انخرين كراك خبراء من تمام صندوق قدامي بداك تيقول لي كوادي اما كانش كينش افلاس. بل كان حقق را كانت هناك فائد. اذا هناك واحد اللي يرطيبات بالحماية الاجتماعية اللي يطالق الان. المشروع دي الحماية الاجتماعية. هذك الشيء اللي اجدابة جاء وتاني. في هاد من بين هاد الاتفاق اللي ادار دي مع النقابات الان ومع الحكومة مع الباترونة اللي ادار نهار تلاتين ابريل. وشارلوا لهذك ديال ديال اصلاح ديال بالنسبة هذو كلي كانوا تيتحرموا من تقاعد اللي ما كانش لانه في السكتور بريبي يعني الخطاع الخاص خاص تكون عندك تلتالاف ومئتين او ربعين نقطة. لي يمكن لك تستافد تقريبا من خمسين في المياه ديال 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 ما عش. الان قليك راه بطه. قليك دارنا الف مع تشي الف وتلتمية وعشرين اللي عنده الف وتلتمية وعشرين نقطة استافد. تقريبا من سي خمسين في المياه من ذاك استالير اللي كان عنده. تماش. وقل اللي عنده قل من الف وتلتمية وعشرين. يمكن لي يسترجع ذاك ذاك المسائل ديال. إذا نكتفي بعض القدر وانتملو من ذاك.